طيب زميلة فخر وصباح الخير للزميلة سمر وصباح الخير لكل مشاهدين في أكتب الجزين الأردني في هذا الصباح الطيب من طباحات الوطن وهذه النافذة الصباحية التي من خلالها نرسل ونوصل رسالة الأمن العام من خلال أثير أمن أف أم بأرض المشترك مع زملائنا الرائعين في برنامج يوم الجيد صباح الخير صباح الخير رائد علي ولي ضيفك الكريم ولي كل المستمعين عبر إذاعة أمن أف أم الوقت مع حضرتك تفضل نعم شكرا جزيلا للمرة ثاني زميلة فخر صباح الخير لكم جميعا والزميلة سمر حقيقة اليوم خلال هذا البرنامج هذا الربط الصباحي ضيفنا زميلنا وهو من أسرة أمن أف أم النقيب أنس طاوي من مرتب إدارة مكافحة المخدرات صباح الخير نقيب أنس صباح الخير إليك علي بيأكل لكل مستمعي راديو أمن أف أم ولكل مشاهدي التلفزيون الأردني وأنا بإسم إدارة مكافحة المخدرات مديرا ومرتبات مشكركوا على الاهتمام بتوعية أبناء المجتمع الأردني من خطورة هذه الآفة نعم وهي حقيقة رسالة نوصلها لكل المواطنيين لكل المستمعين بشتى الوسائل الإعلامية الهدف واحدة هي بوهتق واحدة اللي هي مصلحة الوطن اليوم مشاهدي الكرام بجزء اللي بيشوفونا راح يخذوا أكثر من خلال هذه الرسالة راح يكون عندنا عرض لأدوات التي تستخدم لتعاطي المخدرات الهدف من عرضها حتى نكون منتبهين خاصة لأسر ينتبهوا الأولادهم في حال وجود أي قطعة من هذه القطعة اللي راح نستعرضها الآن يعني لا يكون الشك مي بالمية لكن لا بد من مؤشر الموضوع الآخر راح نستعرض المواد المخدرة إيش هي حتى نتعرف عليها حتى نكون نعرف ومعرفة الشيء يقينا الوقوع فيه ويقي الآخرين أن يقعوا فيه خليكم معنا نترك الوقت مع زمينا النقيب أنا أستنطاوت شكرا لك علي بيك أنا قبل ما أبلش في موضوع أدوات التعاطي هو موضوع حقيقة هام بتمنى السلامة للزميلين من إدارة مكافحة المخدرات اللي أصيبوا يوم أمس بعيار ناري في أحد مناطق محافظة العقبة أثناء تأديثهم للواجب وحقيقة أنه في أحد الزملاء يعني حالته حرجة ربنا يشافي ويعافي وبنا الدعاء من المستمعين في هذه الأيام المباركة نحن طبعا هذا واجبنا سواء في إدارة مكافحة المخدرات أو باقي وحدات الأمن العام أو كافة أجهز الأمنية هذا واجبنا تجاه بلدنا وتجاه أبناء الشعب الأردني لكن يعني نحن نأسف حقيقة لما تمتد إيد الغدر وإيد الباطل لإيد الحق ونطلب مرة أخرى من المستمعين المشاهدين شاء الله ربنا يشافي ويعافي يا رب العالمين طيب فضل نقيب أنا نستعرض الأدوات ونشرحلنا عنها لأخواننا المشاهدين هو حقيقة إحنا دائما نحكي أنه موضوع المخدرات موضوع شائك وكبير والحديث عنه بطول لكن يعني أنا من خلال الوقت الممنوح إلي يعني بهمنا أنه نوصل للشيء اللي جئنا من أجله هذه أمامنا شنطة عينات فيها عينات من المواد المخدرة أيضا فيها أدوات تعاطي المخدرات الشنطة هذه لو بدأت تأخذ حقها بالكامل حقيقة بدها ساعات يمكن كل مربع أو مستطيل في هذا الشنطة بيحتاج لأكثر من محاضرة لكن يعني اختصارا للوقت أنا رح أبدأ هنا في مادة الحشيش المخدر أمامنا هذا المستطيل زمينا فيتقرب الصورة شوي نعم نعم أمامنا هذا المستطيل في مادة الحشيش المخدر طبعا للأسف أنه في مفاهيم خاطئة لدى شبابنا موجودة عن مادة الحشيش كثير من الشباب بعتقد من خلال طبعا ثورة المعلومات تطور وسائل الاتصال بتلقى معلومات خاطئة بعتقد أنه الحشيش من المواد الماء بتسبب إدمان والحقيقة أنه الحشيش مادة مهلوس إلى الجهاز العصبي المركزي بجسم الإنسان نعم وهي من المواد اللي بتسبب إدمان تمام لان خنوقف عندها البعض بيقول أنه مثل الحشيش أو بعض المواد المخدرة ما بتسبب الإدمان من أول جرعة وهذا شيء خاطئ لازم ناس تعرفوا أنه أي أحيانا من الجرعة الأولى بيكون إدمان على المخدر صحيح علي بيك أنا كمان بدي أحكي للجميع المشكلة أنه التجربة قاتلة ممكن الإنسان أنه مثلا يجرب شيء آخر ويعود عنه لكن يعني إحنا من خلال خبرتنا بالشغل وهذا بعرفوا الأطباء متى ما بدأ الشاب بتعاطي سيجارة الحشيش نزلقت رجله في بداية الهاوية نعم هون خط العودة بصير صعب فهي عملية التجربة مجرد التجربة قاتلة لأنه الشاب بتحكي له يعطيني ضمنات بالعودة بعد الجرعة الأولى بيقول لك أنا ما بعطيك ضمنات لأنه أنا أصلا ما بعرف شو بصير معي بعد الجرعة الأولى نعم فعملية التجربة بحث ذاتها في المخدرات قاتلة لهذا منقول دائما لا تجربة ولا فضو في المخدرات وهذا الشعار اللي إحنا نضعينه على الشنط الآن للأمام نعم طيب في عنا أدوات تعاطي الحشيش أنا بدي نتعرف على قطعة الحشيش في البداية قطعة الحشيش ننتبه للأخوات للأمهات قطعة معجونة ملتينة تشبه المعجون بيد الأطفال شبها فيها ثلاث ألوان ممكن أحيانا بيحقولها شقرة وأحيانا بيحقولها سودة معجونة إذا كانت سودة ولا تشبيهة بتشبه العجوة إذا كانت بالنية بتشبه الشوكولاتة لكني لم أقول الشوكولاتة توضع بالحشيش ولم أقول الحشيش وضع بالشوكولاتة أقول بتشبه لكن شبه بضب إذا كانت شقرة بتشبه مكعب مرقة الدجاج بدون اسم الشركة نعم طيب في عنا هون ننتبه لدفتر أطمان للف الهيشي بس صوت آأ أكي ننتبه لدفتر الأوتومان اللف إذا كان هذا الدفتر ليه ورق السقائر لف الدخان بالضبط إذا كان موجود مع جدتي وإحنا دائماً بنحكي هيك أو ستة هو بوضع طبيعي هي بتدخن دخانها العربي القديم أنا مش إني بلتبس إلها عذره لكن هذا شأنها أما إذا موجود مع شاب عمره 18 و 19 سنة هذه شبهة نوقف عندها مؤشر نعم هذا مؤشر نعم واحتمال أنه يكون وسقارة الحشيش هيها أمامنا شكلها بيختلف عن باقي السقائر بلهجتنا الأردنية المحكية إما ناصحة أو ضعيفة أو مطعجة أو مجعلكة هي هذه سقارة الحشيش ليست مية بالمية جايش مش كبسة مصنع نعم بالضبط تمام أوكي أيضاً في أمامنا هون مادة الكوكاين المخدر حقيقة الكوكاين بيجي بودرة لكن إحنا ما بنحكي عن الكوكاين كثير لأن الكوكاين غالباً مش موجود بالشرق الأوسط يعني المتعاطي الشرق الأوسط لا يعرف الكوكاين نعم لكن هو بودرة أشبه بالحوائج والنشا والطحين اللي عندنا بالبيوت لكن هون بدأ أوضح مسألة مهمية جداً أنه أنا ما بخاف من المعدرة ما بخاف من بودرة من حوائج موجودة عندنا بالبيوت أنا بخاف من كالتالي بودرة غريبة موجودة مع شخص غريب بيعرضها بشكل مريب نعيدها مرة ثانية بودرة غريبة موجودة مع شخص غريب عم بيعرضها بشكل مريب وشغلة ثانية بودرة غريبة موجودة مع شخص قريب مخفيها بشكل مريب الآن أنا جبت بودرة من المول جبت بودرة من السوبر ماركت بحكي الوالد جابها أنا جبتها شقيقي جابها ليش بدي أخاف من هاي البودرة هذه بودرة أمينة ما في منها مشكلة نحائيا لكن إذا كان في شخص غريب موجودة هاي البودرة هاي مؤشر هاي مؤشر أيضا شخص قريب عندي بالبيت لكن مخفيها بشكل مريب وواضح من ردة فعله الأولى إنه فيه سلوك فيه ارتباك بحركته بحديثه فيه سلوك غير مرغوب لما نسألوا عن هاي المادة إجابته مش منطقية وبعيدة عن الواقع نهائيا تمام زمان كانت تيجي هاي البودرة أبيض و أف وايت الآن عصابات التهريب علشان يخدعونها ويخدعوا السلطات المختصة أدخلوا عليها صبغة صدقا عم نضبط بودرة أورنج برتقالي وصلت إنه ضبطنا بودرة سودة فبالتالي أنا بدي أكون حذر من أي بودرة غريبة موجودة إذن ليس البودرة هي فقط اللون أبيض أي بودرة بالقديم كانت اللون الأبيض الآن أضافوا لها ألوان حتى يحاول يخدعوا السلطات المختصة لكن السلطات جميعها يقضى بهذا الجانب والمختبر الجنائي هو الفيصل نعم بالنهاية إحنا بناخذ العينة بنعرضها على المختبر الجنائي رح يعطيني تقرير إنجليزي معرب تمام المختبر الجنائي هو الفيصل بدي أنتقل هنا من الكوكاين للهروين طبعا هو في اختلاف بين الكوكاين والهروين فيما يتعلق بأنه الهروين مادة مهبطة للجهاز العصبي المركزي بجسم الإنسان الكوكاين مادة منشطة للجهاز العصبي المركزي بجسم الإنسان لكن بدي أحكي للشباب يا شباب احذر من كلمة منشطة في المخدرات كلمة منشطة أي إنها بتعطي بور طاقة زائدة للدماغ فممكن تفجر خلايا الدماغ ممكن تضرب خلايا الدماغ وعم بسمعوني الأطباء ومش ممكن أكيد رح تضرب خلايا الدماغ هذا المقصود بمنشطة إنها بتحفز خلايا الدماغ فالجرعة زائد الأوفردوز تؤدي إلى الموت هذا فيما يتعلق بالكوكاين رعاجل الهروين وكلهما بودرة كلهما يلون كلهما غالي الثمن الهروين أخطر نوع مخدر موجود منذ خلق الله الأرض وما عليها هو الأغلى ثمنا في عنه ثلاث معلومات كثير مهمة هو الأغلى ثمنا أصعب علاجا هو الأسرع إدمانا ما في مجال تجربة واحدة من الهروين كافية لأن تجعل من الإنسان مدمن ما بدي أدخل على موضوع الآلية الإدمان كثير مشان ما لا لا إحنا موضوع رح نأخذه بحلقة ثانية إحنا بلنا المؤشرات المؤشرات بأدوات التعاطي تمام الهروين بتم تعاطيه عن طريق الحكم بالوريد يعني إذا شفنا في مكان معين في إبر سرنجات هاي مؤشر أوكي تمام أشكرك علي بيك إبني ما معه سكري تمام ما بأخذ أنسلين ليش مهتم بالأبر بجيبته إبرة بجيبته سيارته إبرة بغرفته إبرة تحت التخة إبرة تحت السجادة إبرة تمام اللي هي الإبرة الحقنة العادية نعم هذا مؤشر مؤشر ابني تخصصه موطبي ما بدرس لا طب ولا صيدري ولا تمريض أيضا مهتم بالأبر والأبر عنده بالبيت تمام والعملية الحاكم يعني أنا دامن نحكي لو حاكمنا شخص بماء أو هواء قد يفارق الحياة كيف نحاكم شخص بالسم ما بدي يموت أنتبئ لشغلة ثانية فيما يتعلق أيضا بالهروين عملية الحرق الحرق بدنا ننتبه إنه إحنا ممكن يتم مثلا على الملعقة ممكن يتم علاقة صديرة على أي قطعة معدنية يعني توضع المادة على قطعة معدنية وحرقها واستنشاقها من الشيك بالضبط تمام إذن الأدوات المستخدمة فيها نعم بالملعقة نعم الملعقة بدي أنتبئ لشغلة فيما يتعلق بالملعقة ملعقة محروقة شو بتساوي بغرفة ابني صحيح ملعقة محروقة ليش مهتم فيها شو بتساوي بجيبته فسديرة محروقة صاجة محروقة أي قطعة معدنية محروقة موجودة بغرفة ابني هذا مؤشر يعني كثير إحنا من الضباط زملائنا اللي عم بيشتغلوا بالميدان لما يفتش مثلا أحيانا بيت في الطرق القانونية يضبط المادة المخدر ويضبط أدوات التعاطي بيقول إنه الملعقة كانت مرمية على تخت الشب لما سألنا أبو حكينا له يا والدي هاي الملعقة واضحة ومرمية على تخت ابنك محروقة ما شفتها فالحجي برد عليها بيقول شفتها بس والله ما بعرف ليش من هون إحنا إيجينا إذن هذا مؤشر بالضبط أنا ما بعرف ليش فإحنا بس بدنا نكون ننتبهين لأدوات التعاطي هذا وبدنا أحكي شغلي للشباب يا شباب المسلسلات الغير عربية المدبلجة اللي الآن قاعدة تعرض على الصحيحيات وفي منها اهتمام كثير ونسي اكتئابه وأحكيها بصراحة جابوها نسي غدر عشيقته هذا الحكي مشوارد نهائيا وما رح تنسيش هاي كلها مضللة مضللة أنا بدي بس أحكي عن عملية الحرق على الملعقة على المعذرة عملية الحرق على الملعقة الآن الهروين تمت معالجته لما صنع مع أربع سلائف كيميائية وضع على الملعقة حرق تصاعد منه انبعاثات تخان متصاعد بدخل عن طريق جهاز التنفسي لمركز الدماغ بتلف خلايا الدماغ مش بنسيك الغدر ولا بنسيك الاكتئاب ولا بنسيك التوتر هاي رسالة هاي رسالة فهذا وهم يا شباب هذا وهم يعني أنا لو اللي بيزوروا وقاعدين مركز علاج الإدمان عندنا سواء كان المرة ماضي مع ضيفنا في وزيف نعم بيشوف شلون الأشخاص اللي حرقين على الملعقة طريقة سلوكه وطريقة مشه وطريقة جسده والنواحي العقلية والنواحي الانفعالية والنواحي الجسدية عنده جراء تلف خلايا الدماغ من عملية الحرق على الملعقة أو عملية الحرق على القصديرة لأنه لا تقل خطورة عن عملية الحقن بس بدألخص بالهروين ننتبه لبودرة غريبة موجودة ننتبه لقصديرة محروقة لأي صاجي محروقة أي قطعة معدنية محروقة لملعقة محروقة أيضا ننتبه ل للسيرنج اللي هي الإبر هذه بعض أدوات التعاطي بتعرف عملية الحقن بنرجع لعملية الحقن المشكلة أنه أحيانا ممكن الطبيب أو الممرض يكون حذر جدا من عملية الحقن وإحنا بنعرف هذا الحكي فهذه الأشخاص هو بحقن نفسه بنفسه أو بحقن صاحبه ممكن يحقنه تحت الجلد يتوفى مباشرة ممكن يحقنه بطريقة خطأ ممكن لما يحقن ويحقن معها الهوى يتوفى من الهوى وعملية الجرعة الزائدة ممكن تكون من ما بدي أدخل لصور الجرعة الزائدة لكن لها صور كثيرة تؤدي للمطاط هذا من أجل أنه يستخدمه على أساس يحبس الدم بس أنا هنا يتمكن من أنه يجد وريد والوريد بالجسم بيخرب بكافة أنه الجسم بصير يدور على وريد بالجسم بأماكن حساسة جدا هاي بتشيرنا لما نقطة ثانية أنه أحيان بعض الشباب إذا شاف ابنه مثلا في أكثر من مدخل لسرينج أو لإبرة باليد أو بأماكن أخرى من الجسم هاي مؤشر أنت هنا عندنا المطاطع عندنا هون القطن عندنا هون أشياء بتتعلق بالدفتر اللف عندنا القصديرة كل الأدوات هذه الموجودة أمامنا أنا بعتقد أنها واضحة الكاميرا ما بعرف يعذونا إذا المايك تبعي الموجود الآن أمامي غطى على الكاميرا شوي أنا هيك شايف بالشاشة لكن خلينا نقرب الشنطة أكثر ولو زميلتنا الأخت منا أيضا لأخذت لنا بالخموم لقدام على الشنطة أكثر هذه هي أدوات التعاطي اللي موجودة أمامنا اللي ممكن أنه إحنا نتعرف عليها أيضا داخل البيت تستخدم في عملية التعاطي نعم إحنا مشكرك نقيب أناس خليت حدث عن المواد المخدرة اللي أشرت إليها نذكر فيها مرة ثانية أهمها خليني أهوان أرجع للحشيش مرة أخرى ننتبه فيما يتعلق بالحشيش ممكن أحيانا يكون في صحن موجود بالبيت ما بدي أتوسع أكثر مشان ما تصير رسالتي الإعلامية لا سمح الله رسالة سلبية لكن إنه المادة بتكون محطوطة بالصحن أو الصحن محطوط تحت التخت أو الصحن مكان مخفي مكان مخفي نعم والصحن شكله من جو خليني أحكي بالمفتوح على الهواء الصحن شكله قذر أيضا ننتبه حكينا القفعة المعدونة وحكينا هذه التشفى وهذه التشفى رائد علي رائد علي رائد علي رائد علي إحنا بدنا نشكرك على هذه الفقرة على كل حال هذه الفقرة في غاية الأهمية لما لها من توعية ووقاية لحماية شبابنا وحماية أهلنا وحماية أبنائنا من هذه الآفة الخطيرة نحن نحب نشوف المواضيع هذه أن تتكرر ضمن برنامجكم وربطنا المباشر مع إذاعة الأمن العام شكرا جزيلا للرائد علي أحياصات من إذاعة الأمن العام